بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لجميع طلابنا في الصف التاسع اليوم سيكون لقائنا الجديد في مادة علوم الأرض متعلق بدرس مكونات أخرى للنظام الشمسي والظواهر التي تحدث في النظام الشمسي والصفحات من 37 إلى صفحة 42 في الكتاب المدرسي بداية يا تاسع حابين نستذكر مجموعة من المعلومات التي تم الحديث عنها في الحصة الماضية فيما يتعلق بالنظام الشمسي طبعا حكينا أنه النظام الشمسي يا تاسع هو يتكون من مجموعة من الكواكب التي تدور في أفلاق خاصة حول الشمس تفقنا أن الشمس هي النجم الوحيد في النظام الشمسي كما قلنا أنها تعمل على جذب الكواكب باتجاهها حكينا أنه هي تشكل كتلة الأكبر في النظام الشمسي طلعنا على الكواكب بالدور في أفلاق خاصة بها هذه الأفلاق متباعدة نوعنا أيضا تتميز بأنها لا تتصادم على الرغم من أنها في حركة مستمرة إذا لاحظنا يا تاسع الكواكب مختلفة الأحجام والخصائص ممكن إحنا نلاحظ هنا كوكب كبير الحجم هو المشتري ممكن نقدر نميز أيضا كوكب آخر اللي هو زحل الذي تميز بحلقاته المشهورة كمان هون عندي كوكب الأرض نجد أنه الكواكب القريبة من الشمس بتدور بسرعة عالية خلينا نرجع لدرسنا الجديد وهو مكونات أخرى للنظام الشمسي والضواهر التي تحدث فيه ونبلش بأول واحد من هذه المكونات ما يعرف بالكواكبات يمكن أنه إحنا نعرف الكواكبات بأنها أجرام سماوية صلبة صغيرة الحجم لو قارناها بالكوكب عشان هيك سميناها بكواكبات بتدور حول الشمس بمدارات خاصة إهليليجية كبقية الكواكب إذن هي تشبه الكواكب بأنها تدور في مدارات خاصة حول الشمس هلأ تتركز معظم الكواكبات في مكان بين مدار المريخ ومدار المشتري إذن غالبية الكواكبات موجودة بين مداري المريخ والمشتري عددها كبير يعني عدادها كثيرة جدا تتميز بعدم انتظام شكلها زي ما إحنا شايفين في الصورة قدامنا إذن هي غير منتظمة الشكل من أهم الكواكبات الموجودة عندنا في النظام الشمسي كواكب اسمه سيرس هلأ ننتقل للمكون الآخر من مكونات النظام الشمسي وهو المذنبات هلأ من أهم وأشهر المذنبات هو مذنب هيل بوب هون صورة موجودة عندي بتمثل المذنبات خلينا نتعرف على تفاصيل أكثر عن المذنبات من خلال متابعة هذا الفيديو المذنبات يتكون المذنب من الصخور والجليد والغبار ويتحرك حول الشمس في مدار ضيق وطول وعندما يقترب من الشمس فإنه سرعان ما يسخن ويشكل ذيلا ملتهبا من الغاز والغبار إذن كانت هاي المعلومات عن المذنب نرجع نستارد بعض المعلومات الأخرى عن المذنب ياريت كلنا نركز مع بعض بخصائص المذنب بداية هو عبارة عن جرم سماوي يختلف عن الكواكب بتحديدا بالمدار تبعه المدار الذي يتميز به المذنب يتميز بأنه شديد الاستطالة عشان مداره شديد الاستطالة نجده أحيانا قريب من الشمس وأحيانا أخرى بعيدا جدا عن الشمس لأنه مداره شديد الاستطالة هلأ المذنب يتكون من ثلاثة أقسام النواة، الهالة، والذنب غالبية كتلة المذنب وين موجودة يا تاسع موجودة عندي في النواة طب من شو بتتكون هاي النواة؟ بتتكون من جزئين مهمين أو تركبين مهمين اللي هما الجليد والصخر هلأ حوالين النواة في عندي رأس هذا الرأس أش بدأ أسميه؟ الهالة فإذن الهالة هي عبارة عن الرأس الذي يحيط بالنواة طب من شو بتتكون يا تاسع الهالة هاي؟ بتتكون من غازات وغبار هلأ المذنب حكينا أحيانا ديكون قريب من الشمس وأحيانا أخرى بعيدا عن الشمس لما يكون قريب من الشمس نقدر نميز الذنب ورأس المذنب إذن هدول الاتنين نقدر نشوفهم لما يكون قريب المذنب من الشمس لما يبتعد عن الشمس منلاحظ أنه الذنب والهالة شو هيصير فيهم؟ هيخطفوا فإذن في بعض الأجزاء ممكن أنها تظهر فقط لما يكون المذنب قريب من الشمس اللي هم الهالة والذنب هلأ هاي كانت مجموعة من التفاصيل والخصائص المتعلقة بالمذنب خلينا ننتقل لا المكاء الظواهر التي تحدث في النظام الشمسي في الواقع عندي مجموعة من هاي الظواهر حنبلش بأول واحد وهو الشهب كيف يمكن أن نعرف الشهب يا تاسا؟ نقدر نعرف الشهب بأنها ظاهرة هاي الظاهرة كيف تنتج؟ تنتج عندما تدخل أجسام صخرية إذن هي ناتجة من دخول أجسام صخرية أو معدنية ما يميز هذه الأجسام الصخرية والمعدنية أنها صغيرة الحجم خلينا نركز إذن هي صغيرة الحجم لو أنت تدخل للغلاف الجوي للأرض طيب ماذا سينتج من ذلك؟ سينتج من ذلك احتكاك بمين؟ بالغلاف الجوي بيولد درجة حرارة عالية فهاي درجة الحرارة كافية إنها تعمل على احتراق كل لهاي الشهب في الغلاف الجوي يعني قبل وصولها إلى الأرض فبتضمحل إذن مادتها كلياً طيب إحنا كيف نقدر نشوف الشهب من الأرض؟ نقدر نشوف على هيئة وميد من الضوء زي ما إحنا شايفين في الصورة فبيظهر على هيئة نقطة مضيئة تتحرك إذن أهم إشي بميز الشهب يعتاسة أنها ناتجة عن أجسام معدنية أو صخرية صغيرة الحجم ولذلك فإنها سوف تحترق كلياً قبل دخولها إلى الغلاف أو دخولها إلى الأرض خلينا هلا نشوف هذا الفيديو الذي يتعلق بظاهرة الشهب وخلينا نشوف كيف إحنا منقدر نرصدها ونشوفها من سطح الأرض هون عندي سماء فيها نجوم هلأ خلينا نركز يا تاسعة تير منيح على ظاهرة الشهب هون هلأ مرة شهب ميز بأنه سريع جداً ببين زي كأنه نقطة بس عم تتحرك فإذن شفنا كمان شهاب هلأ هون كمان كان في نقطة مضيئة عم تتحرك بشكل سريع هون ظهرت مجموعة من الشهب مع بعضها فإذن كانت هون ظاهرة الشهب نرجع نكمل درسنا فإذن حكينا الشهب هو ينتج من دخول أجسام فخرية صغيرة الحجم تحترق كلياً قبل دخولها إلى سطح الأرض أو قبل وصولها إلى سطح الأرض الآن ننتقل إلى الظاهرة الأخرى وهو النيفك ما هو النيفك؟ هي ظاهرة تحدث بسبب دخول أيضاً أجسام فخرية إذن هي أيضاً تتشابه مع الشهب بأنها ناتجة عن دخول أجسام فخرية أو معدنية لكن ما هو وجه الاختلاف أن هون كبيرة الحجم تدخل لوين؟ للغلاف الصائل الجوي طيب هل يحدث لها إضمحلال أو احتراق كلي؟ لا لأنها كبيرة الحجم فما بتحترق كلياً فبيبقى منها جزء لوين بيروح بيسقط على الأرض وينشأ عن هذا السقوط الفوهة النيفكية اللي شايفينها في الصورة فإذن ما الذي يجعل أو بخليها تترك أثر على الأرض لأنها هي كبيرة الحجم فما بتلاحق تنحرق بشكل كامل هذا هو ما يميزها عن الشهب أما كلاهما هو ناتج عن دخول أجسام فخرية أو معدنية الشهب بتكون صغيرة الحجم هذه الأجسام إنها إذاك بتكون كبيرة الحجم عشان هيك تترك أثر على سطح الأرض المكون أو الظاهرة رقم ثلاثة التي تحدث في النظام الشمسي مع يعرف بالكرات النارية فعلياً إحنا منقدر نربط الكرات النارية بالشهب يعني يمكن تعتبر شهاب لكن هذا الشهب يتميز عن الشهب الأخرى بخاصية مهمة جداً يتميز بأنه ذو لمعان كبير إذن هو يكون ذو لمعان كبير طب من إيه جاي هذا لمعان؟ بسبب إنه كتلة مادته كبيرة جداً إذن كتلة المادة اللي موجودة فيه كبيرة جداً فتؤدي ذلك إلى أنه يظهر بشكل لامع جداً من شدة لمعانه بيكون هو طبعاً معي شدة السطوع نقدر إحنا نشوفه نهاراً إذن لماذا يمكن رؤيته نهاراً؟ بسبب شدة السطوع وشدة اللمعان هلا يتميز بأنه عندما يدخل إلى الغلاف الجوي يكون يعني بيصير بسرعة عالية كانت هيا تاسع أهم الضواهر التي تحدث في النظام الشمسي وأيضاً مكونات أخرى للنظام الشمسي الآن سوف ننتقل إلى أسئلة الفصل الموجودة عندك يا تاسع صفحة رقم 42 ياريت نسجل المعلومات المتعلقة بها السؤال الأول ضع دائرة واحد الكوكب الذي درجة حرارة سطحه أعلى ما يمكن هو عندي أربع خيارات الأرض المشتري عطارد ولا الزهرة هتفكر يا تاسع أنه هو عطارد لأنه هو أقرب إلى الشمس في الواقع لا إحنا حكينا هنا في استثناء أنه الزهرة درجة حرارته أعلى من عطارد إذن الإجابة هتكون دال الزهرة سؤال اتنين أكبر كواكب المجموعة الشمسية حجما هو المشتري ولا المريخ ولا زحل ولا الأرض أكيد المشتري يتميز بكبر كتلته وكبر حجمه أسرع الكواكب دورانا حول محوره إلى داخلية وأخرى خارجية ومن في كتير أهمها هي الخصائص الفيزيائية والبعد عن الشمس السؤال الثالث بيحكو لنا أنه كوكب المشتري ممكن يشكل حماية طبيعية نسبية للكواكب الداخلية من إيش بيحميها من سقوط النيازك على سطوحها طيب شو السبب هذا بيرجع لأنه كوكب المشتري حكينا هو كوكب كبير الحجم فهذا يجعل النيازك تسقط عليه تحديدا وبالتالي تحمي الكواكب يعني بتكون جاذبيته عالي فبيجذب النيازك باتجاهه وبالتالي بعمل على حماية الكواكب فهذا كله برجاء لأنه حجمه كبير السؤال رقم أربعة بيحكي عن علل ما يأتي أنه الحد الفاصل بين الشهاب والنيزك هو حجم الكتلة الصخرية المرة في الغلاف الجوي ليش؟ لأنه لما تكون الكتلة الصخرية كبيرة شو الإشي البداية تكون؟ النيزة لما تكون الكتلة الصخرية صغيرة شو الإشي البداية تكون عندي؟ شهاب لما تكون الكتلة الصخرية كبيرة اللي هو ينتج عنها نيزة ما بصير فيه احتراق كل، فبيبسقط جزء منها على سطح الأرض وبيترك أثر على الأرض أما بالنسبة للشهاب لأن الكتلة الصاخرية صغيرة جدا فبصير الاحتراق وما بترك أثر على سطح الأرض السؤال الخامس عندي مقارنة بين كوكب عطارد والزهرة ومعلومات موجودة عندي في الجدول حكين عن درجة الحرارة حكين عن متوسط البعد عن الشمس نلاحظ أن عطارد هو أقرب إلى الشمس من الزهرة نلاحظ أن عطارد درجة حرارته أقل من الزهرة على رغم من أنه أقرب للشمس أيضا عندي زمن الدوران حول الشمس اللي هو نسميها السنة عطارد عنده 88 يوم بالنسبة للزهرة 222 يوم وأيضا المكونات الغلاف الجوي عطارد كميات ضئيلة جدا للغازات أما الزهرة غالبيته في O2 يعني غالبية مكوناته غاز ثاني أكسيد الكربون والسؤال المتعلق في هذا الجدول ألف درجة حرارة أو درجة الحرارة على سطح الزهرة أعلى منها على سطح عطارد يعني ليش درجة حرارة الزهرة هي أعلى من درجة حرارة سطح عطارد مع أنه عطارد أقرب إلى الشمس لماذا؟ هذا زي ما حكينا في الدرس الماضي بيرجع إلى طبيعة غلاف الجوي لمكون لنين للزهرة حيث يتكون أساسا من ثاني أكسيد الكربون هذا الإشي بيزيد من درجة الحرارة لأنه حكينا الثاني أكسيد الكربون دائماً وجوده بيرفع درجة الحرارة في الغلاف الجوي وهذا طبعاً اللي هو الظاهرة اللي إحنا يعني ممكن إنه مع زيادة التلوث إنها الأرض صارت مليئة بغاز CO2 وغازات الدفئة عشان هيك صارت عندي ظاهرة الاحتباس الحراري بها أي الكوكبين أسرع فيه أثناء دورانه حول الشمس إذا اتطلعنا منلاقي إنه عطارد زمن دورانه حول الشمس 88 يوم أما الزهرة زمن دورانها 222 يوم فإذن مين أسرع هيكون عندي عطارد؟ فيه سببين طبعاً بيكملوا بعض لأنه عطارد هو أقرب للشمس فبيكون زمن الدوران حول الشمس أقل حكينا إنه كل ما يكون الكوكب قريب من الشمس بيحتاج زمن للدوران أقل لأنه سرعة المدارية بدا تكون إشمالها يا تاسع أعلى فإذن الإجابة عطارد لأنه أقرب للشمس فزمن الدوران حول الشمس أقل وهذا بيرجع إلى أنه سرعة المدارية بدا تكون أعلى ما يمكن وهيك بنكون يا تاسع خلصنا درسنا لهذا اليوم نتمنى منكم تابعوا الواجبات الإلكترونية اللي منحللكم إياها أو منرفق لكم إياها على الموقع الإلكتروني يعطيكم ألف عافية وشكرا